هذا وقد شهد مقار القنصلية المصرية في سويسرا توافدا كثيفا لأبناء الجالية المصرية في جناف وما حولها للإدلاء بأصواتهم في الاستحقاق الانتخابي للانتخابات الرئاسية الجالية المصرية في جنيف خصصت حافلة بعد صلاة الجمعة لنقل المتوجهين للإدلاء بأصواتهم في مقار القنصلية وذلك من المسجد الكبير في جنيف بهدف التيسير عليهم في الوصول والتنقل خاصة وأن اليوم الجمعة هو يوم عمل في الوقت الذي توقع فيه أن تتزايد كثافة المتوجهين إلى لجنة الاقتراع في فترة ما بعد انتهاء الأعمال حيث تفتح اللجنة أبوابها حتى تسعى مساء بالتوقف المحلي لسويسرا